مدز وقال انه باختصار شديد ان مصر لديها وضع اقتماني عند بي تو وضع مصر بي تو اه قدام حضراتكم وبي تو لكن نظرة مستقبلية سلبية نظرة مستقبلية سلبية احنا كنا مستقر بي تو ما تغيرتش هيا هيا لتغير اللي كان مستقر بقى سلبي وده متوقع خلينا اقول انه اللي مايشوفش من الغربالي باعمى واحنا قلنا انه كان الناس دي بتقول ان احنا مستقرة نظرة ايجابية نظرة مستقرة الوضع كذا عشان ده شهادة للناس اللي عايزين نختارد منهم يقولك اه ده احنا خاضرين على كذا كذا هو قال انه مصر عند بي تو والنظرة بتاعتها النظرة اليها نظرة مستقبلية سلبية وده طبعا ما اتعملش من زمان يعني النظرة السلبية دي اهو خلي بس اروح لحضراتكم سريعا ادي التصليف بتاعنا مع مجموعة الدول اهو ادي مصر اهو ومن بي الى بي تو ده التصليف اهو بي تو يعني احنا في نظرة سلبية مش نظرة مستقرة مش نظرة ايجابية ما تجيبوا لي ابراهيم طبعا ده في ايه الدول لو عندنا مثلا الدول بس هتشوفوا القصة ايه عندي فين المغرب ابراهيم المغرب عايز المغرب عايز تركيا عايز ايوه عايز المغرب عايز تركيا عايز الدول الشبيهة لنا يعني مش عايز اخش في الدول الكبرى عندي تركيا برضو بص حدك اهو وفيتش كله اهو بي بلاس بي بي نيجاتيف 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 نظرة سلبية يبقى انا ببص على الاقتصادات اللي شبهية يعني انا ببص بص عشان المواطن مايلاقش يعني واحنا بيقولش حاجة بنخبيش حاجة انا بقول انه مودز او ستاندرد او فيتش قالوا ممتاز بيقولوكوا قالوا ممتاز ليه قالوا سلبي يقولوا سلبي ليه انا بقول اهو قدام حضراتكم تركيا نيجاتيف 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 انا برضو نظر سلبية لكن انا هشرح لكم دلوقتي قالوا اعلى مصر بالنص يعني هاتلي يا ابراهيم جنوب افريقيا برضو الاقتصادات الشبيهة اهو عندي جنوب افريقيا ستاندرد بورز قالوا بوزيتف ايجابي ومودز قالوا بي اي تو ستيبل برضو وفيتش بي بي بلاس ستيبل ومودز اهي قالت بي اي تو نيجاتيف اهي فيتش قالت بي بي ماينس نيجاتيف شبهنا تقريبا يعني انا بس بجيب لحضراتكم ده مش من عندي ده من الموقع بتاع الوكالات الدولية ارجع ابراهيم تاني لمصر ارجع لمصر تاني اهو مصر اهو مودز قالت بي تو نيجاتيف مودز كانت اي لا بي تو ستيبل فيتش قالت بي بلاس ستيبل اهو طريق قدامنا اهو ده في 28 18 18 19 20 22 ادي احنا كنا بوزيتف اهو انا كنت نيجاتيف في كام في 13 ستيبل بوزيتف بوزيتف ستيبل مستقر يعني ايجابي مستقر مستقر سلبي نديجة الازمة الاقتصادية العالمية نجيبتلكم بس ثلاث دول اللي هو مصر وتركيا والمغرب وجنوب افريقيا عشان نشوف الوضع ايه انا بس بقول للناس انا دلوقتي ينفع عطا اقول دلوقتي اجيب من كلام مودز قالت ايه قالت ايه مودز بيقولوا انه مصر بتكافح من جراء ارتفاع اسعار الحبوب نتيجة الغاز والروس الاوكراني هما اللي بيقولوا وحقق البنك المركزي لمصر الاسبوع الماضي اكبر زيادة في اسعار الفائدة وقد فرق سعر المرتفع في الفائدة الى موجة من الاسمار الاجنبي في سوق الدين المحلي قالوا هما بيقولوا تشير تخدرات مودز ان حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من ورجح ان يصل الى خمسة تلاتة وتسعين وخمسة من عشر في المئة من السنة المالية اتين وعشرين بيقولوا بقى مودز لكن اسمها دي بالنص ده بالنص مع ذلك تؤكد مودز ان تصطيف مصر لا زال يستفيد من استجابة الحكومة الاستباقية للازم مين قال هذا كلام مش انا المؤسسة اللي قالت ابقت على تصطيف مصر الاعتماني ابقت على تصطيف مصر الاعتماني يعني انا بيقولوا للناس اللي عايزين يقرودوني من برة تصنيف مصر هو سابت لكن النظر المستقبلية ضبابية اللي احنا بنقوله سلبي مش شايف مش شايف قدامي لكن بيقوله وهذه شهادة الحقيقة برضو شهادة للحكومة قال استجابة الحكومة الاستباقية للازمة وايضا نتيجة لسجلها الحافل في تنفيذ الاصلاحات الاخصادية والمالية على مدى السنوات الست الماضية تقول بلومبرج ان مصر تسعى الى جلب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص كما انها تحتز مواضع سياسات جديدة لتعزيز الاقتصاد ونقلت عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان المسؤولين يجرون مناقشات مع دول خليج من اجل تحويل جزء من ودعهم الى استثمارات خلاص يبقى احنا دلوقتي الازمة وفقا لفيتش وفقا لامودز بتقول انه مصر نتيجة الحرب الروسوال الاكرانية كلام دقيق جدا مصر الموازنة العامة للدولة في مصر تحملت سبعة مليار دولار تحمل اعباء وخسائر مباشرة تاني من فضلك مصر وموازنتها وبنكاه المركزي تحملوا من جراء الازمة الروسية الاكرانية سبعة مليار دولار بشكل مباشر تقول لي فيين اقولك ارتفاع اصعار الحبوب عالميا ارتفاع اصعار الطاقة والبترول عالميا ارتفاع اصعار الشحن والسلسل المدار عالميا اثر على الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة للدولة الخزانة العامة للدولة سبعة مليار دولار بشكل مباشر و 27 مليار دولار بشكل غير مباشر زي ايه غير مباشر يعني ما فيش سياحة مثلا يعني ما فيش تصدير في الاخر ما تكلفته الدولة المصرية فطورة الحرب الروسية الاوكرانية على الموازنة العامة للدولة المصرية وصلت الى 34 مليار دولار تاني تاني بقول هذا الكلام بشكل دقيق واضح ان تأثير الحرب الروسية الاوكرانية على الاقصاد المصري الذي دفع فطورة تصل قيمتها الى 34 مليار دولار 7 مليار دولار بشكل مباشر و 27 مليار دولار بشكل غير مباشر ده كله ادى الى ضغط على الموازنة العامة للدولة والميزانية والنتج المحل الاجمالي وغيره 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 لكن الصورة الحقيقية في البلد انا تقديري شايف الخوف الخوف على الاقتصاد والخوف على المستقبل نسبة الخوف حجم الخوف اكبر من الاثار السلبية الموجودة فيه اثار سلبية فيه مشاكل اقتصادية فيه ازمة طاحنة على العالم كله لكن ما اراه انه حجم الخوف الذي تسلل الى صدور وقلوب وعقول الجميع اكبر بكثيرا مما يجب ان يكون الحذر مطلوب والقلق موجود لكن الخوف الذي وصل الى حد الاحباط لدى الكثيرين اعتقد انه مبالغ فيه الخوف مبالغ فيه الخوف اللي احنا عايشين فيه مبالغ فيه الى حد كبير لانه حتى هذه اللحظة ونحن فيه خضم المشكلة الروسية الوكرامية لم يقف مواطن مصري امام سلعة معينة ويطالب ان هي تكون موجودة ايش موجود لغاة اللحظة دي مفيش يا جماعة احنا عندنا في مصر السلع متوفر العيش موجود الاكل موجود الدنيا موجودة الاسعار زادت اه ويحنا جولنا بنقول وبنكتا وبنرأة فبالتالي الخوف الزيادة عند الناس الخوف اللي مبالغ فيه عند الناس الخوف ده بيمثل خطر خطر على صحة الناس انتقعد على اطراف اصابعك خايف من بكرة يا سيدي احنا ماشيين كويس وفيه اجراءات زي موجودة اجراءات استباقية اعتقد ان احنا نقدر خلال الفترة القادمة زي بقولنا حاول التحديات الى فرد